كارثة أيقظت العالم ووجهت الأنظار نحو سوريا وتركيا زلزال مدمر حصد آلاف الضحايا لتتوالى مساعدات دول المنطقة والعالم باتجاه البلدين للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ دولة الإمارات كانت في الصفوف الأولى لتقديم المساعدات للمتضررين من هذا الزلزال حتى يومنا هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بدء عملية الفارس الشهم إثنان لدعم سوريا وتركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المؤسسات الإنسانية بالدولة وبلغت قيمة المساعدات 177 مليون دولار أمريكي منها 20 مليون دولار كاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل ولنقل المساعدات الإنسانية خصصت الإمارات 78 طائرة تذهب إلى سوريا وتركيا نقل من خلالها 156 طن من المساعدات الخاصة بالمنظمات الدولية عبر سبع طائرات تابعة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية والجسر الجوي الخاص بالإضافة إلى ذلك شارك 134 فردا ضمن فرق الإنقاذ مستخدمين آليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاذ ولم تكتف الدولة بذلك بل دشنت مستشفيين ميدانيين في سوريا وتركيا لعلاج المصابين بسعة إجمالية تشمل 250 سريرا مع توفير جميع الأجهزة والمستلزمات وبلغ عدد الأطقم الطبية 75 فردا ولتواصل الإمارات مساعدة سوريا وتركيا أطلقت حملة جسور الخير وهي عبارة عن جسر جوي لنقل المساعدات وبلغ حجم المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية التي أرسلتها إلى سوريا 1660 طن بالإضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص بينما بلغت قيمة المساعدات المرسلة إلى تركيا 447 طن من المواد الإغاثية والطبية كما أرسلت الإمارات 927 خيمة لإيواء 5 ألاف شخص لتؤكد بذلك على جاهزيتها المستمرة ونهجها الدائم بمدية العون لكل من يحتاجها ترجمة نانسي قنقر